كمان قبل ما أمن ما نتنقل لقضية المناقشة فنانة واعتزلت من حقها جماعة خلونا نحترم البشر ونحترم اختياراتهم. يعني حالة شيحة وجهت نداء على صفحتها لكل الناس. قالت أنها تخاف من الله وحده وتتسم بالقوة وتدعو دايما بالثبات وليست نادمة على أي شيء مر في حياتها. لكن ببساطة شديدة بتقول عاوز أوضح حاجة بسيطة. أي حد بيتعمد ينزل صورة من أفلام السابقة على صفحتي لن يستفزني أبدا بفضل الله. والذنب مش أنا اللي هاخده. ده هيكون كله على الشخص اللي سولت له نفسه الأمر ده. طبعا يعني ما تحترموا الناس يا جماعة واحترموا اختياراتهم. حالة شيحة اعتزلت وفضلت تماما يعني لهاجمة الفن ولا قالت اللي أنا عملته وغالا حتى بتقول لها أنا مش نادمة. لكن لما تطلب من الناس محدش ينزل لها الصور اللي في أفلامها. البعض بيتعمد ده نوع من الاستفزاز يعني. هي بتقول ما حدش هيستفززيني يعني. ما الناس تحترم اختيارات البشر. ما فيه يعني أجيال من العظماء. فأنتوا فاكرين العظيمة شادية لما. وحتى وانا بكلمها فقالت لي بص يا ابني لو عايز تساعدني تخدمني. ساعدني في ان انا مظهرش تاني. يعني كنت بقى أولح عليها على الظهور وانها تتكلم. وأصبحت الله يرحمها لصداقة تليفونية وطيضة من خلال ده. واحترمت جدا اختيارها. واستأنى جدا لما فيه حد نشر صورة لها. وهي في لحظات المرض. يعني انها ما كانتش عايزة تظهر بهذا الشكل. علينا أن نحترم اختيارات البشر. وانت اللي هترتكب اثما بذلك. هي بتقول للناس احترموا اختياراتي. وما حدش يطبوها. زلك هي ما قالتش لحد منعوا أفلامي ولا حرقوها. خلاص إنما اقتطاع بعض الصور والمشاهد لها في الأفلام. وتسليط الضوء عليها كنوع من الاستفزاز. يعني علينا أن نحترم اختيارات الناس. لأنه للأسف بقى فيه وقاحة وتدني في كل مكان. خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. أضي التشكيات.